شرع القضاء البلجيكي في استجواب مسؤولين مغربيين في إطار التحقيق في فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي والتي تورط فيها نظام المخزنة وذكرت وسائل علام بلجيكية أن من ضمن المستجوابين سفير الرباط لدى بولندا عبد الرحيم عتمون الذي لعب دورا رئيسا في تقديم أموال وهدايا للواب الأوروبيين بهدف التأثير لصالح المغرب داخل الهيئة الأوروبية لا تكاد تختفي حتى تعود إلى وجهة المغرب من جديد تلك هي فضائح نظام المخزن التي لم تعد تخفى على كل ذي بصر أو بصيرة فمن جديد تطفو على السطح قضية ماروك جيت قناة RTBF التلفزيونية وظحيفة الأسواغ البلجيكيتان كشفت عن إجراء ضباط من الشرطة البلجيكية تحقيقا في الرباط مع سفير المغرب لدى بولندا عبد الرحيم عتمون على خلفية قضية الفساد في البرلمان الأوروبي التلفزيون البلجيكي أورد أن المحققين من المكتب المركزي لمحاربة الرشوة بالإضافة لقاضي التحقيق وقاضي عن النيابة العامة الفيدرالية عقدوا جلسات استماع الأسبوع الماضي مع الدبلوماسية المغرب عثمون على مدار أربعة أيام كما تم الاستماع إلى أشخاص آخرين على سلة بالفضيحة التي تكشفت خيوطها السنة الماضية وتسببت في توقيف أعضاء بالبرلمان الأوروبي أبرزهم النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري الذي قدم اعترافات للقضاء ابتغاء الاستفادة من إجراءات تخفيف العقوبة وإذا كان النظام المغزن قد تورط بدفع مئات الآلاف من اليروهات في قضايا فساد هزت أركان الهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي فإن متابعين للشأن المغربي يزمون أنها موجهة لدعم المغرب في الهيئة الأوروبية وها هنا تبرز اعترافة النائبة اليونانية بالبرلمان الأوروبي إيفا كايلي بأن المغرب يشتري الأصوات من أجل الدفاع عن استعماره للصحراء الغربية وإسكاة الأصوات داخل الهيئة التشريعية الأوروبية فيما يتعلق بالتجاوزات المغربية العديدة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان